بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع محاضرة جديدة من محاضرات مادة M130 والنهاردة ان شاء الله هنحل امتحان متر اللي هو سمر 2015 طبعا الامتحان وقته 90 دقيقة وطبعا في بعض التعليمات هنا اللي هو بيقولك ان الامتحان عدل اسئلة خمس اسئلة والمفروض تكتب اسمك وطبعا الوزن بتاع الامتحان 30% من الدرجة الكليا الكورس طبعا فيه 20% خاصين بالواجب وفيه خمسين درجة خاصة بالفاينال اجزام طبعا وزع الوقت بتاعك على الاسئلة وطبعا التليفون واي وسائل اتصالات اخرى مش مسموح بها في الامتحان الامتحان بتاع عبارة عن يعني بيديك خمس اسئلة كل سؤال عليه درجة ونص وهي افضل اربع اسئلة هيتم اختيارهم تمام يبقى اربع اسئلة بدرجة ونص يبقى ست درجات يبقى عليه ست درجات بيديه خمس اسئلة وتختار منهم اربعة او بتجاوب الخامسة هو بيختار افضل خمسة بالنسبة اللي اللي هو عبارة عن اربع اسئلة المفروض انت فقط بتجاوب على تلاتة بتجاوب على تلاتة اسئلة كل سؤال عليه تمن درجات تمام يبقى كده اربعة وعشرين درجة وست درجات بتوع التلاتين درجة تمام نخلي بالنا ان مطلوب نجاوب بس تلاتة اسئلة فقط طيب بالنسبة للسؤال رقم اه وان نبدأ في بارت وان ومع اول سؤال اول سؤال عندنا بديني مجموعة من الدرجات وطالب اللاور كورتايل اللي هو الكيو وان الكيو وان عشان نحسبه اول خطوة نعملها ايه نرتب البيانات اللي هي معطاة دي فتكتب البيانات ده هيكون عبارة عن خمسة وسبعين وبعد كده عندي التمانين مكررة هكتبها تاني وفي الخمسة وتمانين وبعد كده التسعين مكررة اكتبها وفي المية دول عددهم كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام يبال ان عندي سبع قيم جميل جدا طيب احنا السؤال ده مش هنحله مباشرة الاول هنتعلم ازاي نحسب الميديان عشان نحسب الميديان الميديان كنا بنقول عدد القيم عندي لو فاردي بضيف عليه واحد وقسم على اتنين فعدد القيم فاردي اللي هو سبعة بقول سبعة زايد واحد وقسم على اتنين سبعة واحد التمانية مقسمها على الاتنين هيدي اربعة يبقى الميديان ترتيبه هو العنصر وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى الخمسة وتمانين دي هي عبارة عن الميديان وكنا بنرمز له بالرمز كيو تو جميل جدا الميديان ده بقسم للداتا بتاعتي الى جزئين متساويين تمام ده جزء هوت وده جزء طيب عشان نحسب او الاور كورتايل او الاور كورتايل الاور كورتايل الداتا مجموعة البيانات اللي على الشمال دي هحسب الميديان بتاعها طيب هم عددهم كام واحد اتنين تلاتة طيب فردي يبقى اقول تلاتة زائد واحد على اتنين اللي هي بتساوي اربعة على اتنين اللي هي بتساوي كام اتنين يبقى الميديان هنا بالنسبة للداتا دي عبارة عن العنصر رقم اتنين طيب بنسميه ايه في الحالة دي بنسميه كيو وان او الاور كورتايل جميل جدا بالنسبة لداتا المجموعة القيم اللي على اليمين دول نفس الكلام عددهم تلاتة يبقى بقول تلاتة زائد واحد باربعة على الاتنين يديني اتنين يبقى العنصر التاني العنصر الايه التاني اللي هو التسعين ده بنقول عليه اللي هو كيو ثري تمام طيب يبقى انا جبت كيو تو وبعد كده كيو وان وبعد كده كيو ثري طيب هو السؤال طالب ايه هو طالب يعني عايز كيو فقط اللي هو التمانين طيب احنا جبنا كيو وان وكيو تو وكيو ثري طب احيانا بيطلب الانر كورتايل رينج تمام اللي هو عبارة القانون بتاعه كيو ثري نايز كيو وان في المسألة ده هيبقى عبارة عن تسعين نايز تمنين اللي هو هيساوي عشرة لاني في بعض الاسئلة ممكن يطلب منك الاي كيو ار وممكن يطلب منك الرينج الرينج عبارة عن ايه عبارة عن اكبر قيمة طبعا ترتبت البيانات فاكبر قيمة عندي هي مية ناقص اصغر قيمة اللي هي خمسة وسبعين فهي ببرلينج عندي خمسة وعشرين تمام لكن طبعا السؤال ابسط من كده هو طالب بس فقط منك تجيب ده بالنسبة للسؤال رقم واحد بالنسبة للسؤال رقم اتنين بيقول لي عندي صندوق في عشر اه عشرة تيكتز تمام عشر تزاكر مرقمة واحد اتنين تلاتة اربعة الى عشرة طيب لو اه بيقول لك لو واحدة من التيكتز تم سحبها بطريقة عشوية عايزين احتمال ان الرقم اللي بيتم سحبه ده نوت برايم طيب نفهم لو انا عندي الارقام عندي من واحد الى عشرة اه اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جميل عشرة طيب الارقام اللي هي من واحد الى عشرة دي اه عايز اطلع منها البرايم والنوت برايم يعني نطلع الاول برايم تمام يعني يعني العدد اللي بيقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط واول عدد نمبر عندي اللي هو الاتنين يبقى الاتنين دي برايم نمبر طيب ليه لان الاتنين بتقبل القسمة على نفسها والواحد الصحيح فقط طيب التلاتة نفس الكلام بتقبل القسمة على نفسها والواحد الصحيح طب الاربعة لا الاربعة بتقبل القسم على الاربعة وعلى الواحد وعلى الاتنين فنوت برايم نمبر ونكتب كمان نوت برايم يبقى أنا عندي الواحد نوت برايم وعندي الاربعة نيجي على الخامسة الخامسة برايم نمبر ليه لاني بتقبل القسم على نفسها والواحد الصحيح فقط طب الستة الستة بتقبل على الاتنين وعلى الثلاثة وعلى نفسها وعلى الواحد يبقى نوت برايم يبقى الستة نيجي على السبعة السبعة بتقبل الاسم على نفسها والواحد فقط يبقى برايم طيب التمانية التمانية بتقبل على الاتنين وعلى الاربعة يبقى نوت برايم طيب بالنسبة للتسعة التسعة بتقبل القسم على التسعة وعلى الواحد وعلى التلاتة يبقى نوت برايم يبقى التسعة نوت برايم نمبر بالنسبة للرقم عشرة الرقم عشرة بيقبل على عشرة وعلى الاتنين وعلى الخامسة يبقى نوت برايم يبقى في في الارقام بتاعتا انا طلعت wa no prime number جميل جدا نشوف بقى السؤال عايز ايه عايز the probability ان انا the number on the ticket is not prime يبقى五نت بتاعي ان انا هسحب ticket يكون الرقم بتاعه not prime طب القالون بتاعها ال b of e بيساوي عدد مرات ظهور the event بتاعي عدد مرات ظهور ان العدد not prime حيني في المسألة بتاعتنا ظهر كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبى ظهر ست مرات على العدد الكل العدد الكل عندي اللي هو كام اللي هو عشرة يبى ستة على كام على عشرة طب مفيش في الاختيارات ستة على عشرة يبى أنا أبدأ أختصر المسألة أقول دلوقتي على الاتنين فهالتلاتة وعلى الاتنين فها الخمسة يبى بتسوي تلاتة على الخمسة وهو ده الاختيار كده طب هافطرد ان هو بدل نوت برايم دي كان السؤال جاي اذ برايم نتج هيكون ازاي في حالة ان هو شل نوت برايم وقال لك هاتو برايم يبقى اقول ان البي وفي ايه دلوقتي في الحالة التانية دي عبارة عن عدد مرات ظهور عدد برايم اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة مرات على العدد كل اللي هي عشرة طبعا اربعة العشرة قدر اختصر هقول على الاتنين فها الاتنين على الاتنين فها الخمسة اللي هي اتنين على خمسة وعلى فكرة الاختيارين موجودين يعني فيه تلاتة على خمسة في الاختيارات اهوت وفيه اتنين على خمسة كمان في الاختيارات لكن طبعا على السؤال ده اللي هو النوت برايم الاجابة تلاتة على خمسة طيب جميل جدا نخش بقى على السؤال لكم تلاتة هنا بيقول لي ان احمد وعلي بيرموا اسهم علشان يصطادوا غزالة بتجري طبعا في نفس الوقت وبطريقة مستقلة عايز لو مديني بقى المعطلات عندي ان لو احمد مش هيصيب الغزالة دي يعني بي اوف ايه هفترض ان هو ان احمد مش هيصيب الغزالة مديني الناتج بتاعها بكم سبعة من عشرة طيب ويه البروبيلتي ان الي والنط هت مش هيقدر يصيب الغزالة دي ستة من عشرة بي اوف بي بي ساوي ستة من عشرة جميل جدا عايز بقى البروبيلتي ان الغزالة دي مش هتصاب والنط بي هت تمام يعني عايز احتمال التقاطع بي اوف ايه تقاطع بي ان احمد مش هيصيبها ولا على هيصيبها تمام طيب في قانونين مهمين جدا اللي هو بي اوف ايه تقاطع البي بي ساوي التقاطع معناها ضرب يبقى يساوي بي اوف ايه ضرب بي اوف بي جميل جدا طيب بي اوف ايه اتحاد بي الاتحاد دايما بتتطبط بعملية الجمع القانون بتاعها بي اوف ايه زائد بي اوف بي بطرح منها بي اوف ايه تقاطع بي في حالة ان البي اوف ايه تقاطع بي ما بتسويش فاي تمام يبقى 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 لو الاتحاد مع عملية الجمع والتقاطع مع عملية الضرب فهنا بيقول لي احتمال ان الغزالة دي مش هتصاب يعني احتمال ان علي مش هيصيبها ولا احمد هيصيبها يبقى احتمال اللي ايه التقاطع يبقى منطبق مباشرة القانون بتاعنا بتاع التقاطع بي اوف ايه تقاطع بيه هيساوي بي اوف ايه ان احتمال علي مش هيصيبها ضرب بي اوف بي ان احمد مش هيصيبها و علي مش هيصيبها طب هو مديني بي اوف ايه بيساوي 7 من 10 ضرب بي اوف بي اللي هي 6 من 10 اللي النتج بتاعها هيكون بي اتنين واربعين من مية هو الاختيار لقم بي. تمام? نبدأ نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال لقم اربعة. طيب في السؤال لقم اربعة السؤال لقم اربعة ده مهم جدا وبتكرر كتير في الامتحانات. بيقول لي عايز عدد الترتيبات المختلفة الممكنة من جميع الحروف اللي هي بتكون الكلمة اللي قدامنا دي. تمام? فالقانون بتاعها لها قانون مشهور وهي مسألة مهمة يعني. عدد الترتيبات دي بيساوي بيساوي. بالعرب كده بيساوي. آآ آآ مضروب عدتهم مضروب عدتهم على مضروب التكرارات. ضرب التكرارات. يعني ايه الكلام ده? طيب انا الكلمة اللي عندها هي اللي هي في الحروف ايه وام و ايه 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 جميل جدا. طيب الدول عددهم كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى هتقول كده بتساوي. مضروب ستة. على مضروب التكرارات. اشوف رقم حرف حرف. الايه? اتكرر كم مرة? اتكرر مرة? اتنين تلاتة. يبقى التكرارات بتاعت الايه? تلاتة. الحرف الام. الام اتكرر كم مرة? اتكرر مرة واحدة. ما اظهرش الله مرة واحدة. طيب الال اتكررت كم مرة? مرتين. جميل جدا. يبقى اقول مضروب تلاتة في مضروب واحد في مضروب الاتنين. وابدأ احسبها بالالة الحزبة. مضروب ستة ده بيطلع سبعمية وعشرين. وعندي مضروب التلاتة بستة. وعندي مضروب الاتنين باتنين. يبقى بتساوي سبعمية وعشرين على اتناشر بالالة الحزبة. اهيت سبعمية وعشرين على اتناشر. الناتج بيكون بيساوي ستين. يبقى ده الناتج بتاعنا. زي ما قلنا كده مسألة مهمة جدا وبسيطة جدا وسهلة جدا وبيغير الكلمة يعني بيجيب لك نفس السؤال وبيغير الكلمة دي. تمام? فبتطبق القانون على طوله وبتطلع النتجة يعني. طيب بنسبة لي السؤال رقم خمسة بقول عندنا اه 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 اكارد از دراون اتراندم فروم اريجيورال ديك. يعني عندي ورق كوتشينا وفي وفيه كارت هيتسحب بطريقة عشوائية. الكوتشينا دي طبعا العدد بتاعها اتنين وخمسين. ده العدد الكروت بتاعتها. عايز ان انا عايز هاختار الكارت ده بيكون صورة او بيكون الرقم عشرة. جميل جدا. يبقى معناها اتحاد اللي هي مرتبطة زي ما قلنا بعملية الجم. جميل جدا طيب. الصورة في بتزهر كم مرة? تزهر اتناشر مرة. تمام? تزهر اتناشر مرة. اربع صور اللي هو البنت والشايب والولد. كل واحد اربع مرات تلاتة في اربعة في اتناشر. طب الرقم عشرة بيزهر كم مرة? بيزهر اربع مرات. تمام? انا هجيب احتمال بي اللي هو صورة بيساوي اتناشر على العدد الكل اللي هو اتنين وخمسين ورقة. طب بي احتمال ظهور الرقم عشرة بيساوي كام? بيساوي اربعة على اتنين وخمسين. جميل. طب هو طالب ايه بقى? طالب بي اوف ان هي صورة بيكتشر اتحاد ما هو يقول لك اور اتحاد ان هي رقم عشرة. تمام? فالقانون احنا عارفينه ولسا كتبينه من شوية ان هو باحتمال الاول باحتمال ان هي صورة زائد احتمال الرقم عشرة ناقص احتمال التقاطع ان هي صورة تقاطع الرقم عشرة وعشرة يعني جميل جدا. طيب بي اوف ان هي صورة اللي هي كام اتناشر بتظهر اتناشر مرة على العدد الكل اتنين وخمسة من تعريف البورو بيليتي احتمال ظهور الرقم عشرة الرقم عشرة بيظهر اربع مرات من العدد الكل اللي هو اتنين وخمسين ناقص تمام? اه هو ممكن في الكوتشينا نسحب ورقة نلاقي فيها صورة وفي نفس الوقت رقم عشرة ده مستحيل يبقى بتاعتهم بسفر كأنها مش موجودة يعني يبقى انا مطرح سفر كأنني ما عملتش حاجة يبقى في الجامعة عندنا نجمع بقى اتناشر على اتنين وخمسين زائد اربعة على اتنين وخمسين المقام متحد يبقى اتنين وخمسين اتناشر زائد اربعة يسوي ستاشر طبعا ستاشر على اتنين وخمسين دي احد الاختيارات اللي هو الاختيار رقم ايه طب انا لو اختصرتها لو قلت على الاربعة ستاشر على الاربعة فعل اربعة واثنين وخمسين على الاربعة فيها التلاتاشر ودي الاجابة رقم دي بس سؤال ده كان ليه اجابتين لو انت اخترت ستاشر على اتنين وخمسين صح ولو اخترت اربعة على تلاتاشر ده صح واعتقد انه كان سهوى يعني هو حط اجابتين في السؤال تمام ده كده بالنسبة لأسئلة خلصنا الخمسة السئلة اللي هي نبدأ ندخل على هنبدأ بالسؤال رقم واحد تمام سؤال رقم واحد تمام في ده عايز مديني مجموعة من من الداتا ده طبعا يعتبر اسهل سؤال ولكن بيكون طويل شوية وفي حسابات كتيرة تمام مجموعة من البيانات بيطلب عليها بعض الاسئلة تمام اول خطوة في السؤال ده يعني يعني عشان تريح نفسك انك بترتب القيم المعطاء عادتهم كامل اول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عادتهم عشر قيم ببدأ انا ارتبهم تمام اصغل رقم عندي دلوقتي اللي هو ستة وستين لبا انا هبدأ ارتبهم كده اقول ستة وستين والرقم التاني هيبقى مية اه مية خمسة وتلاتين وبعد كده مية ستة وتلاتين مية ستة وتلاتين وبعد كده مية واربعين تمام برتب من الصغار الكبير وبعد كده مية سبعة وخمسين والرقم اللي بعد كده مية اه تلاتة وستين واحد مية تلاتة وستين والرقم اللي بعد كده مية واحد وتمانين والرقم اللي بعده مية واحد وتمانين وفي مية تلاتة وتسعين واحد تسعة تلاتة وفي مية تسعة وتسعين واحد تسعة تسعة واكبر رقم عندي اللي هو متين ستة وعشرين جميل جدا يبقى من الاول كده انا راحت نفسي ويتبت البيانات اللي معي او مجموعة القيم المعطلة تمام نشوف بقى هو عايز ايه هو عايز اللي هو الوسط السامبل من الوسط الحساب اللي هو الاكسبار طبعا احنا عفظين القانون مجموع القيم على عددهم طب دول عددهم كام يعني الان عندب كام الان عندب عشرة لو انا عددتهم هلاقيهم عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طب الاكسبار بيسوي ايه مجموع القيم على عددهم يبقى اقسم هنا على عشرة وابدأ اجمع بلاحظ بقى بكتب ستة وستين زائد مية خمسة وتلاتين زائد مية ستة وتلاتين وهكذا واجمعهم تمام انا عشان بس وقت التسجيل انا مجمعهم هنا الناتج بتاع التجميع طلع الف خمسمية ستة وتسعين يبقى انت هتجمع هيطلع بيساوي تجمع يعني ستة وستين زائد مية خمسة وتلاتين زائد وهكذا العشر ارقام الناتج اما تجمعه هيدي الف آآ خمسمية ستة وتسعين على عشرة يبقى يساوي مية تسعة وخمسين وستة وعشرة ده كده المين زي ما هم طلعوا كده جميل جدا طب بعد كده عايزين الميديان طب الميديان احنا قلنا عندي الرقم هنا زوجي ولا فردي الرقم زوجي يبقى قول عشرة على الثنين طالما زوجي بقسم على الثنين طب لو فردي كنت بضيف واحد وقسم على الثنين تمام فعشرة على الثنين بتسوي كام بتسوي خمسة تمام في حالة الزوجة يبقى باخد اللي هو العدد الليوتبته الخامس والسادس يبقى قاعد По 1 2 3 4 5 يبقى الخامس والسادس بقامل ايه في الخامس والسادس بجمحهم وقسم على اثنين عشان اجيب الميديان بتاعه يبقى انا عندي الميديان هيساوي الميديان اللي هو الخامس والسادس 1 خمسة سبعة زائد واحد ستة تلاتة وأسم highlight 2 الناتج هيكون نحسبها كده بالحزبة واحد خمسة سبعة زائد واحد ستة تلاتة بيساوي 320 أما أسمها على 2 يدهى الناتج 160 يدهى 300 320 على 2 الناتج هيساوي 160 زي ما امطلعوا تمام تمام يتبين كده تلحت المديل اللي هو عبارة عن يعني كيوتو بيساوي 160 وباللاحظ ان هو بيسم البيانات عندي الى جزء متساويين هنا بيكون كام 1 2 3 4 5 ارقام في اليمين و 5 ارقام في اليسار ده كده بالنسبة للرقم ايه طيب نيجي بعد كده عايز الرينج الرينج قانوني اكبر قيمة من اصغر قيمة طبعا انا مرتب البيانات فاكبر قيمة هي 226 واصغر قيمة اللي هي اول قيمة اللي هي 66 226 من 66 هيساوي 160 يعني اللينج دي حاجة بسيطة جدا نيجي بعد كده عايز Q1 و Q3 عايز اللي احنا قلناها في اول سؤال IQR IQR قلنا بتساوي Q3 ناقص Q1 طيب Q3 اجيبها ازاي و Q1 باخد المجموعة القيم اللي على اليسار اجيب منها تمام؟ يبا انا هاخد القيم ده دول عددهم كام؟ عددهم خمسة طب لو عددهم خمسة اشان اجيب بالميديان بقول خمسة زائد واحد على اثنين اللي هي تساوي خمسة واحد ستة على اثنين بساوي ثلاثة يبا الميديان هو الثالث يبا بعد واحد اثنين ثلاثة الميديان ده هو الثالث اهو وبسميه في الحالة دي Q1 Q1 بمية ستة وتلاتين وبالمثل برضو مجموعة القيم اللي الوسيط اسامهم لجزئين اخد مية ستة وتلاتين ومية واحد وتمانين دول عددهم كام واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة طب عايز اجيب الميديان بتاعهم خمسة او خمسة زائد واحد بستة على اثنين فات تلاتة بعد تلاتة واحد اثنين تلاتة يبا مية تلاتة وتسعين هي دي الـ Q3 الـ طيب طبعا احنا عندنا الـ IQR بيساوي Q3 ناقص Q1 Q3 بكام مية تلاتة وتسعين وQ1 بمية ستة وتلاتين بنترحهم من بعض يكون ناتج سبعة وخمسين طبعا لو القانون بس لو حافظينه المسألة بتكون سهلة جدا نيجي بعد كده على رقم سي رقم سي فيها سهلة جدا لكن هي طويلة شوية هنبدأ نعمل الجدول المشهور بتاعنا تمام هنقول دي كده الـ X هحط فيها قيم الـ X واحط هنا X ناقص X بار وهنا X ناقص X بار الكل تربيع طيب X بار اللي هي الوسط الحساب اللي احنا جايبينه في رأس السؤال اللي هو كام بكام قيمته بكام X بار بتساوي مية تسعة وخمسين وستة من عشرة مية تسعة وخمسين وستة من عشرة جميل جدا طيب ببدأ حط القيم المعطاة في السؤال اللي انا رتبتها في الاول خالص بكتبها في العمود الاول يبقى العمود اللي اكتب ستة وستين ومية خمسة وتلاتين وهكذا ستة وستين مية خمسة وتلاتين بعد كده مية ستة وتلاتين مية واربعين وهكذا العشرة قيم بتوعي جميل جدا بعد كده اطرح كل قيمة من القيم ديت من يعني هقول كده ستة وستين ناقص واحد خمسة تسعة وستة من عشرة احسبها بالقل حسب احسبها بالقل حسب الناتج اللي هيطلع عندي يعني طبعا انا حسبهم هنا هومك الناتج اللي هيطلع عندي طلع كام في اول واحدة سالب تلاتة وتسعين وستة من عشرة سالب تلاتة وتسعين يعني الناتج بتاع اول واحدة دي طلع طلع سالب تلاتة وتسعين وستة من عشرة جميل طيب بعد كده بعمل ايه بضغب سالب تلاتة وتسعين وستة من عشرة في نفسها يعني بجيب المربع بتاعها هيطلع الناتج بكام طلع تمانية سبعة ستة زيرو وتسعة ستة ممتاز جدا واطبق بقى نفس الكلام على المية خمسة وثلاثين اطرحها من المية تسعة وخمسين وستة من عشرة دي في الخانة التانية وربحها اضربها في نفسها دي وهكذا مية وستة وثلاثين كل العشر اقام اللي عندي في الاخر خالص اهم عمود اللي هو العمود ده اكس نقص اكس بار الكل تربيع القيم بتاعت العشر القيم بتوعب اجمعهم بالحزبة واجيب الرقم الصميشن بتاعهم المجموع بتاعهم طبعا حسابة المجموع هيتلع معانا ب الف سبعمية تمانية ستة زيرو واربعة من عشرة ده كده الاكس نقص اكس بار لكل تربيع احنا بنكون الجدول شوية حسابات والموضوع بسيط جدا يعني طب هو طالب ايه بقى في السؤال رقم سي عايز السامبل عايز الاس دي طب الاس دي القانون بتاع ايه مش ركت تكون حافظه احنا هنطبع على طول الجز التربيع للمجموع بتاع اكس ناقص اكس بار الكل تربيع على ان ناقص واحد اللي هي عدد القيم ناقص واحد يبقى على طول لو مش عايز تحفظ الخانون مش مشكلة بتاخد الرقم اللي في الجدول ده هتاخد الجز التربيع الرقم اللي في الجدول ده اللي هو واحد سبعة تمانية ستة زيرو واربعة من عشرة وتقسم على ان ناقص واحد اللي هي تسعة اللي هي كام تسعة نعملها كده بالقال حسبة تمام هنقول واحد سبعة تمانية ستة زيرو بوينت اربعة من عشرة على تسعة الناتج هيطلع معنا طبعا هجيب الجز التربيع للكلام ده اللي هو الجز بتاعه طلع اربعة واربعين اربعة واربعين طبعا اربعة واربعين واربعة وخمسين من مية يعني اربعة واربعين بوينت خمسة اربعة سبعة السبعة دي تدي الخمسة واحد يعني تقريبا اربعة واربعين وخمسة وخمسين من مية نفس الاجابة اللي هي طلعت في اسوار طبعا هو في الانصر الشيك بيدي الإجابات النهية لا يوجد بالتفاصيل في الامتحان لابد أن تمشي بالخطوات هذا بالنسبة للسؤال رقم 1 في اسئلة نبدأ نرى السؤال رقم 2 السؤال رقم 2 يقول في قسم تطوير القسم مكون من 6 نساء و4 رجال القسم مكون من 6 نساء و4 رجال نصل على أول سؤال السؤال الثاني في غالبية الامتحان يكون هو السؤال نوعا ما يكون صحر لكن في الامتحان السؤال سهل لكن في الامتحان الثاني أحيانا بيكون السؤال فيه فكرة نوعا ما هنا أريد عدد الطرق التي أقدر أختار بها عايز مبرمج رئيسي تمام نخلي بنا هنا نحن حددنا وعايز وعايز يبنا بختار 3 ده اختار رقم 1 وده مبرمج رقم 2 وده مبرمج رقم 3 بلاحظ ان التلتيب مهم تلتيب مهم طالما التلتيب مهم يبقى على طول بنستخدم التبديل طيب هما كام عددهم الكل كام عددهم 6 نساء وأربع رجال يعني عددهم كام عشرة أنا هختار منهم كام هختار منهم تلات التلاتة دول محددين ولا لا يعني مبرمج رئيسي ومبرمج بتاع باكوب استرجاع بيانات يعني تمام ومبرمج تالت محدد طالما محدد يبقى على عشرة بي 3 طب لو قال لي اختار 3 من 10 أي تلاتة تلاتة مبرمجين وخلاص يبقى كنت اخترتها التوفيق 10 بي 3 بالقال حسب يعني مضروب 10 على مضروب 7 أو بالقال الحزب نكتب عشرة بي 3 بيطلع النتج مباشرة يعني هتلاقيا 720 العشرة بي 3 عموما عبارة عن 10 في 9 في 8 10 في 9 في 8 ونحسبها بالقال الحزب هتلاح 720 دي الفكرة بتاعت رقم ايه طيب هنا بقى بيقول لي تمام بيقول لك عايزك تحسب لي ان انا عايز اختار 3 زي في برطة ايه كده 3 محددين والترتيب مهمة ها لكن بشرطي انا زود شرط ان هما من النساء فقط من النساء ايه فقط في السؤال رقم ايه ما حددش هل هما على طول من القسم يعني عايز من العشرة كلهم لكن في السؤال التاني قال لك ان انا هختار من النساء فقط طيب النساء فقط عددهم كام النساء فقط 6 ومن يعني 6 نساء 6 ايه نساء هختار منهم كام 3 طيب التلاتة دول محددين ولا لا محددين اللي هو قال لي زي برطة ايه يبقى 6 بي 3 اللي هي عبارة عن مضروب 6 على مضروب 3 او 6 في 5 في 4 او بالقال حزبا موشرة بتكتب 6 بي 3 تطلع الناتج يعني اللي هو يطلع معانا ب120 تمام طيب بالنسبة لرقم سي عايزين عدد الطرق شوف الفرق بقى في رقم سي ورقم ايه رقم سي عدد الطرق اللي احنا هنختار تيم مكون من 3 مبرمجين 3 مبرمجين حددهم لهم ايه يعني يعني مبرمج رئيسي ومعاه مبرمجين تانيين ولا لا ما حددش قال لي اي 3 مبرمجين تمام فالترتيب هنا ماليوش اي اهمية على طول نفس السؤال رقم ايه لكن المرادة هتكون توفية يعني هتبع 10 سي 3 طبعا في الالحظ ورده فيه زرار بيحسب 10 سي 3 ولكن هنا هنقول مضروب 10 على مضروب الفرق بينهم اللي هو مضروب 10 مخص 3 ب7 على مضروب 7 فيه مضروب الايه التلاتة وتتحسب بالالحظ هتطلع 120 يبق ايزا لو هو حدد لي حدد لي التلاتة تمام يبقى التكتيب هام فبختار هنا بتكون تبديل لو قال لي ايه هختار 3 مبرمجين من العشرة تمام يعني ده السؤال هو بسيط لكن طبعا يعني فكرته كويسة تمام ده كده بالنسبة للسؤال رقم 2 طبعا ما خدش وقت خالص لكن بيحتاج تركيز نوعا يبدأ ندخل على السؤال رقم 3 في السؤال رقم 3 هنا بيقول لنا عندي طالب ايه ان هو احتمال ان هو التلاتة على خمسة يبقى دلوقتي انا عندي البي وفي ايه اللي معناها ان الطالب هيعد الامتحان اللي هو 3 على 5 جميل جدا طيب يبقى احتمال انه ما يعديش كام بي المكملة يعني المعلومات كده اللي هي 1 ناقص 3 على كام 1 ناقص 3 على 5 يبقى احتمال ان هو ينجح في الامتحان 3 على 5 طيب احتمال انه ما ينجحش كام بقى اقول 1 ناقص 3 على 5 اللي هتدين 2 على 5 بالقال حزب هتطلع 2 على 5 طيب بالنسبة للطالب بي ان هو احتمال انه يعدي الامتحان 4 على 5 بي اللي هي 4 على 5 طيب احتمال انه ما يعديش الامتحان بي المكملة بيسا 1 ناقص 4 على 5 لو عملناها بالألحظ بها تدي واحد على خمسة جميل جدا تمام طيب دايما الزائد المكملة بيكون مجموحهم واحد تمام طيب هو عايز ايه بقى اول حاجة يعني الطالب الايه والطالب بي عدوا الامتحان يبقى عايز معناها ايه بي ايه تقاطع بي طيب قانون تقاطع قلنا بيساوي ايه بي اوف ايه تمام ضرب بي اوف بي تمام طيب بي اوف ايه احنا لسه جايبينها فوق اهيت بي اوف ايه بتساوي تلاتة على خمسة يبقى بيساوي تلاتة على خمسة في بي اوف بي بكام بي اوف بي اهيت بتساوي اربعة على خمسة جميل جدا تلاتة على خمسة في اربعة على خمسة التلاتة في اربعة باتناشر والخمسة في خمسة بخمسة عشرين يبقى اتناشر على خمس عشرين ده كده بالنسبة للسؤال رقم ايه يعني كلا الطالبين في نفس الوقت يعني احتماله هو التقاطع ان الطالب ايه ينجح والطالب بي ينجح يبقى ده التقاطع طب نيجي على نقطة بي نقطة بي بيقول لي الطالب ايه ينجح فقط يبقى معناها ان الطالب ايه ينجح والطالب ماينجحش يبقى ده معانها ايه بي اف ايه تقاطع وو والطالب بي تقاطع الطالب بي ماينجحش نقطا بي معناها بي المكملة طبعا القانون بتا Chase نفس القانون هيساوي بي اف ايه ضرب بي اف بي المكملة نفس القانون ما هو قانوة تقاطع بضرب تمام هو طبعا يستخدم هنا حل اخر ممكن تشوفه بس لكن ده اسهل كده طيب انا عندي بي اوف اي بكام بي اوف اي بكام الدهالي في السؤال بي اوف اي بتلاتة على خمسة طيب بي اوف بي المكملة انا جاي بينها اه دي طبعا بي اوف بي المكملة لان دي بي اوف بي وبي اوف بي المكملة واحد نقص اللي هي بواحد على خمسة يبا دي بتسوي كام و تلاتة على خمسة في واحد على خمسة اللي هي تسوي تلاتة على خمسة وعشرين نفس الاجابة ايه تمام طيب هو استخدم قانون بي اوف اي تقاطع بي المكملة بيسوي بي اوف ايه باحتمال الاول ناقص احتمال التقاطع يعني ده قانون اخر يعني ممكن تحل به ونفس الناتجة هيطلع معانا طيب رقم سي يعني واحد منهم بس اللي عد الامتحان يبدأ ده معناها ايه ده يعني طبق سؤال مركب شوية نمسح كده معناها الكلام ده معناه ان الطالب يعني هنجاوب هنا واحد فقط منهم هو اللي هينجح يعني احتمال يبدأ ده معناها حاجتين يعني عايز احتمال ايه اند بي ما ينجحش يعني المكملة او يعني احدهم هينجح بي ينجح اند نط ايه وايه ما ينجحش تمام يعني واحد فقط ينجح فهي احتمال ايه ايه لو نجح يبقى بي ما ينجحش طب لو بي اللي نجح يبقى ايه ما ينجحش يبقى بي اوف ايه اند بي اور تمام بي بي اند ايه المكملة تمام فهي هتطبط جزء ايه يبقى الكلام ده بيساوي فقانون الاور يبقى انا بجيب الاول يبقى انا هجيب بي اوف ايه اند تقاطع بي المكملة اور معناها زائت بي اوف بي اند معناها تقاطع ايه المكملة صح والغلط يبقى الكلام ده هيساوي التقاطع بنجيبه ازاي بنقول الاول في التاني يبقى عبارة عن بي اوف ايه دم تقاطع يبقى ضرب بي اوف بي المكملة زائت بي اوف بي بي اوف بي ضرب بي اوف ايه المكملة بطبق القانون يا جماعة تمام تاني هو بقول لي ان واحد فقط هو اللي هينجح فانا هقول والله المعنى الكلام ده ان لو الايه نجح بي مش هينجح او لو بيه نجح في نفس الوقت هيكون الايه ما ينجحش تمام وبدأ تطبق فده عبارة عن ايه عن بي اوف ايه تقاطع بي او بي اوف بي تقاطع الايه المكملة تمام طيب التقاطع ده معناها ضرب هوت تمام تمام والتقاطع ده معناها ضرب طيب احنا لسه جايبين اصلا بي اوف ايه ضرب بي اوف بي المكملة اللي هي اللي هي رقم سي اللي هي طلعة بكام باحداشر على على خمسة اللي هي طلعة بكام اللي هي بي اوف ايه تقاطع اللي هي تلاتة على خمسة عشرين طلعت دي اطلع تلاتة على خمسة وعشرين تلاتة على خمسة وعشرين زائد بي اوف بي طبعا احنا مطلعين كل القيم فوق بي اوف بي باربعة على خمسة اربعة على خمسة ضرب بي اوف ايه المكملة بي اوف ايه المكملة هي اتنين على خمسة في اتنين على خمسة الكلام ده هيساوي تلاتة على خمسة وعشرين تلاتة على خمسة وعشرين زائد الاتنين في اربعة تمانية والخمسة خمسة بخمسة وعشرين يبقى تمانية على خمسة وعشرين الكلام ده هيساوي طبعا المقام متحد يبقى خمسة او بالقال حزبة تحسبها تلاتة زي التمانية بيساوي حداشر يبقى الناتجة حداشر على خمسة وعشرين تمام يعني اه محتاجة تفكير شوية طيب نيجي نشوف بقى على رقم دي رقم دي بقول لك ما فيش حد منهم اه هينجح تمام يبقى يبقى دلوقتي معنى ايه طبعا يعني انا هجيب احتمال ان هم ينجحوا الاتنين يعني احتمال نجاحهم الاتنين تمام واجيب النفي بتاعه فالنفي بتاعه ببال مكملة النفي بتاعه ببال ايه المكملة فبي اف ايه اتحاد بي المكملة عبارة عن واحد اه فرق بي اف ايه اتحاد البي يبقى الاول عشان نحلها بدل الحل ده انا هجيب احتمال ان هم ينجحوا يبقى بي اوف ايه اتحاد البي اتحاد البي ماشي هيساوي عبارة عن بي اوف ايه الاتحاد القانون بتاعها زائد بي اوف بي ناقص بي اوف ايه تقاطع بي القانون بتاع الاتحاد جميل جدا طيب بي اوف ايه بكام احنا جايبين الحاجات دي كلها فوقي بي اوف ايه بي ساوي تلاتة على خمسة تلاتة على خمسة زائد بي اوف بي بكام بي اوف بي باربعة على خمسة دي كلها معطيات في المسألة ناقص بي اوف ايه تقاطع بي ايه تقاطع بي احنا جايبينها في السؤال رقم ايه اللي هي تناشر على خمسة وعشرين اتناشر على خمسة وعشرين تمام يبقى هنجمع دي كلها كده تلاتة على خمسة زائد اربعة على خمسة يعني سبع على خمسة ناقص اتناشر على خمسة وعشرين تمام يعني دية عشان تكون طبعا انت ممكن تحسب بالحسبة انا هضرب هنا في خمسة يبقى خمسة وتلاتين على خمسة وعشرين تمام يبقى انا هواحد على خمسة وعشرين يبقى خمسة وتلاتين ناقص اتناشر خمسة وتلاتين ناقص اتناشر يبقى خمسة وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين تمام بالالحز بانت اجمع هتطلع معك تلاتة وعشرين على خمسة وعشرين ده احتمال ان هما اللي اتنين ينجحوا طب احتمال ان هما بقى هو اللي مش مطلوب هو المطلوب ان احتمال ان اللي اتنين ما ينجحوش ما فيش حد منهم ينجح فانا جبت احتمال ان الاتنين ينجحوا. تمام? اقول بقى بي ان هما ما ينجحوش يبقى احتمال النجاح نفيه المكمل. يبقى عبارة عن واحد ناقص احتمال ان هما ينجحوا الاتنين. ناقص تلاتة وعشرين على خمسة وعشرين. طبعا دي عبارة الواحد ده بالالحز بانت حسبها خمسة وعشرين على خمسة وعشرين اللي هو هيديني تلاتة وعشرين هيديني خمسة وعشرين من تلاتة وعشرين اتنين على خمسة وعشرين. تمام? طبعا انت بالالحز وده كده بالنسبة للسؤال رقم 3 طبعا انت لو حلت لغاية السؤال رقم 3 خلاص انت مش محتاج السؤال رقم 4 لان مطلوب انك تجاوب 3 اسئلة فقط تمام نبدأ نشوف السؤال رقم 4 طيب ده طبعا من الاسئلة المهمة والمشهورة جدا في الامتحان تمام هو هنا بيعمل دراسة على 100 شخص في السؤال ده على 1000 شخص آسف تمام ان هما يكون عندهم عامة الوان ويكونوا والناس النوربان تمام على الفيميل وده رمز F والرجال اللي هودهم رمز F بار في السؤال ده دايما احنا منجيب المجموعة المجموعة اللي هنا تمام واجيب مجموعة ده كده مجموعة دول هيديني كم هيديني 26 اللي هو 22 و 24 بيساوي 26 طيب مجموعة دول هيديني كم لو انا جمعتها هيديني تسعمية اربعة وسبعين تسعمية اربعة وسبعين تمام طيب اجمع بلده دول اللي هو دي كده اجمع دي التوتل والتوتل باتنين زائد خمسمية وتمنتاشر ديني خمسمية وعشرين اربعة وشرين زائد ربعمية ستة وخمسمية بيدي ربعمية وتمانين طيب انت لو جمحت دول زائد دول لازم يديك الالف يعني. تمام? نبدأ بقى السؤال ده بيكون طبعا على الاحتمال الايه? الاحتمال الشرطي. تمام? طيب فهنقول دلوقتي اول سؤال. اول سؤال. بقول لي. يبقى الشخص ده يكون يعني بشرط ان هو عنده آآ تمام? يعني ان هو يعني عايز بي off ان هو ومن رمزها اف. يعني بي اف اف. بشرط ان هو يكون ايه? ان هو يكون عنده كالر بلايند. تمام? ان هو الكالر بلايند اللي هي رمزها سي. تمام? يبقى بي اف ايه اف بشرط السي. القلوم بتاعها يبقى يساوي اه باحتمال التقاطع بي اف اف تقاطع السي. تمام? على بي اف سي. على احتمال ايه السي نبدأ نجيبها ببساطة شديدة بتعمل تعمل شرطة كده كبيرة وتعمل شرطة فوق شرطتها عايزين نجيب بي اوف اس اف تقاطع السي يعني اف دي معناها ان هو ان هي امرأة في ميل وعندها كالر بلايند في ميل وكالر ايه بلايند طيب في ميل فين الفي ميل ادي في ميل وفين الكالر بلايند اللي هي دي يبقى عبارة عن كام بتقطع他们 كام ا этنين يعني في ميل وعندها يبقى بيتقطع في ايه في اتنين يبقى بقول اتنين على العدد الكل على العدد الايه الكل اللي هو كام الف يبقى اتنين على الف مشكلة كده اعتقد بسيطة يبقى القانون بيقول ايه بي اوف اف بشرط السي بسي بيت احتمال التقاطع على احتمال السي ده اسمه المشروط على احتمال المشروط تمام طيب F تقطع C F معنى أنها في ميل وعندها عمى ألوان فنروح على الف ميل هذه الف ميل وفين تقطع بتاعهم في الاتنين يبقى اتنين على العدد الكل اللي هو الألف شخص يعني اتنين من ألف طيب احتمال الس احتمال الكولر بلايند فين الكولر بلايند عند الميل طبعا والفي ميل عند الاتنين ما حددنش ميل وفي ميل او في ميل يبقى انا هاخد في الاتنين الكلر بلايند كام عند الاتنين 26 26 على عدد الكل اللي هو كام 1000 يبقى دي كده 26 على 1000 الالف ده هي بالضعم على الالف دي يتبقى عند الاتنين على 26 نحسبها كده بالقال حسب هنقول اتنين على 26 الناتج هيكون 0.769 اللي هي تقريبا التسعة هتدي للسبعة التسعة دي هتدي للستة تخلاها سبعة يبقى تقريبا تقريبا الناتج بالالحسبة 0.0 سبعة سبعة تمام نفس الايه نفس الايه جامع تمام ده كده بالنسبة الرقم ايه طيب نشوف الرقم بيه نمسلح بس ده ونشوف السؤال رقم بيه تمام طيب رقم بيه هو هنا عايز الشخص اش 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 ايه جاز ايه جيبن 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 يبقى ده اللي هيجيب بعدها المشروط يبقى اكولر بلايند ناشئ هذا اه اه اذا بيه از ميل ويكون مرة ده ايه ميل يعني عايز احتمال ان هو يكون سي بشرط ان هو يكون ميل الميل الرمزة اي هنا اف اف بار تمام ابقى نطبق نفس القانون اللي هو بي اوف سي تقاطع الاف بار على بي اوف اف بار وان هو بيساوي شرطة كبيرة شرطة اين كده تمام نحسب بقى دلوقت باحتمال ان هو عنده كالر بلايند و ميل اي 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 ا وتمانين. يبقى الربعمية وتمانين على العدد الكل اللي هو الالف. يبقى الربعمية وتمانين. طبعا دي مش معنى جد. ربعمية وتمانين على كام? على الف. طبعا زي ما قلنا الالف دي هتروح مع الالف دي. يبقى الناتج بيساوي اربعة وعشرين على ربعمية وتمانين. وبالألحظ بقى او محاسبه. اربعة وعشرين على ربعمية وتمانين. الناتج هيكون عندي كان بيساوي خمسة من مية خمسة مية نفس الايه نفس النادي طبعا هو حلل بس باختصار شوية ده كده بالنسبة الرقم آآ بي نشوف رقم سي طبعا قلنا السؤال ده مهم وبييجي في الواجب وبييجي في اكتر من آآ متر رقم سي طيب في رقم سي هنا قال لي هل الايفنتز دي اللي هي السي تمام الاف بار هل السي والاف بار انديبندنت ولا انديبندنت ولا لا طبعا عشان لو لو انا عندي طبعا السي اللي هي بشارت الاف بار دي لو طلع بيساوي اللي هو بي اوف سي تمام لو طلع يبهم انديبندنت يبهم ايه انديبندنت تمام طب بي اوف سي لتشط الاف انا اجيبها ولا ما جبتاش بطلعة بخمسة من مية تمام خمسة من مية طب بي اوف سي جبناه ولا ما جبنهاش بي اوف سي بي اوف سي جبناها لها هون ستة وعشرين من الف ستة وعشرين من الف. طبعما هم ما بيساويش باع. يبقى هما نوت يبقى احنا الاجابة نو بتقول بكوز ان بشرط الاف بار دي بيسوي خمسة من مية اللي هي لا تسوي ستة عشر من مية اللي هي يبقى هما ده كده بالنسبة لسئلة الامتحان ده ان شاء الله يكون الامتحان سهل وبسيط يعني وتكون الناس فهماه وبالتوفيق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.